بسم الله هسا عدنا البارت الثاني من محاضرة الإير أناتومي أخذنا بالبارت الأول أشياء تخص عظمة التنبرال واللي أخذنا بها هاي أشياء اللي احنا ذاكت لها سابقاً فما تانت أشياء جديدة ولا أشياء مهمة كواية مهمة شوية وضحناها بالتفصيل وقلت لكم يعني ما كان ذاك البارت الصعب أو شيء بس هسا عدنا بعد أشياء جديدة أشياء مهمة أكثر اللي هي تشريح الإذن بالتفصيل رح نأخذه اذا أرد شرح الإذن يجب يقوم لها ثلاث أقسام وطبعاً اللي قالوا يوم هنفزيا past فيعرف أن شرحنا الإذن وتشريحها بالتفصيل وكي نشجع السابق ولكن يجب علي نتتوقف أن ما شرحي شي سابقاً فالذلك رح نشرح بالتفصيل وما رح نعوف أي شيء رح نذكر التفاصيل إن شاء الله كلها فالفكرة هسا عدنا من أجي أشرح الإذن لازم أقسمها ثلاث أقسام ثلاث أقسام يقسم الأذن ثلاث أقسام تشريحياً القسم الأول هي الإذن الخارجية وعندنا المدل أو الإذن الوسطى وداخلية الإذن الداخلية أسميها فصار عدي إذن خارجية إذن وسطى إذن داخلية أوتر إير، مدل إير، إنر إير فرح أبدأ بس أحدد مكان هنا منطقية من أقلك شن هي الإكسترنال إير؟ تقلي هاي اللي أقدر ألزمها هي الإكسترنال إير هاي من ناتب دي وتمتد لهنانة هاي كلها إكسترنال إير أو نسميها أوتر إير نفس الشي الإذن الخارجية وإنهايتها بغشاء الطبلة هاي غشاء الطبلة هذا هو ماشي هاي غشاء الطبلة زين من أجي وراها أحبر منطقة غشاء الطبلة بعد ما راح أسميها إكسترنال إير لا راح أطب هسه وين بالإذن الوسطى اللي أسميها ميدل إير وين هاي هاي اللي مرسومه هسه بالأحمر هاي من نانة هذا مضلل بالأحمر واجه يشخبط عليه بالأصفر هاي كلها تعتبر شنو أعتبرها ميدل إير إذن ووسطى هاي كلها ميدل إير زين وراها من أعبر الميدل إير راح ألقى هسه التركيب اللي بالأزرق هو هذي يمثل الإذن الداخلية اللي أسميها إنر إير هاي الإنر إير هاي الإنر إير بالأزرق ماشي فهسي قسمناها ثلاث أقسام راح ناخذن بالتفصيل جزء أورا جزء عدنا إكستيرنال أو أوتر إير هالنوب تمبانيك ممبرين زين هالنوب رأسه راح أعبر الميدل هالنوب الإنر اللي الداخلية ماشي هس بس عرفنا التقسيم الرئيسي إذا أجي أرد أقول هو الصوت شون جاي أسمعه أنا أكواي ما يعرفون يعني صوت شون جاي نسمعه الفكرة أنه أي صوت صدر وأنا أرد أسمعه مثلا أنت حشيته أي ورد أسمعك هسه فموجات الصوت مالتك راح تكون بهي الشكل إحنا ماخذين الفيزيولوجي أو الفيزيكس خنقول الفيزيكس مالة الصوت أخذناها هي شايرة بشكل موجات من راح تجي الموجة مالة صوتك تدخل بإذني تعبر الصيوان مالة الإذن حسنا الطب والإذن الخارجية هيا نسميها Im TRides راح تسطدم هاية الموجات مالتك بغشاء الطبلة مالة إذني هنان راح تسطدم هنانا انتهي الصوت بعد ما راح تسطدم akan انتهي الصوت لم يكن مات يكن حديد هل sos صوت؟ فتغيرت السالفة إلي حركات الحركة ليس إن صوت مالتك دربت اذن الطبلة مالتيا غشاء الطبلة مالتيا وضربت ان انا غشاء الطبلة مالتي صار بيها هزة فراح تنتقل هزة السالفة من موجات صوتية الى احتزازات شن اللي صار ان موجات الصوت هزت غشاء الطبلة اوكي فغشاء الطبلة هذا رح يهتز من يهتز هو يتصل بعض ماية هاي العضماية رح تتحرك اللي هي عظام الاذن الوسطى هنا ثلاثة عضماية ثلاثة رح يتحركن رح تصير بين احتزاز فتغيرت السالفة من موجات صوتية هناك كان عندنا احتزازات حركة يعني فهاي العظم هتزت هاي العظم هتزت هاي العظم كذلك هتزت هنه ثلاثة ونحناخذن وحدة وحدة بالتفصيل عموما نسميهن عظام الاذن الوسطى ثلاثة رح يتحركن رح يتربين احتزازات لهنانة رح نشوف انه العظمة الثالثة العظمة الثالثة هاي من تهتز نشوف هين بتصلها بنافذة هاي النافذة مالت منو شباق مال منو مالت الانرئير فراح تسبب حركة بالسوائل اللي موجودة بمن؟ بالإنر إير شنو جاي يصير؟ هسا يمكن صارت عندكم هواسة رح أقل لك أول شي أنا شنو شن عندي موجات صوتية تحولت السالفة بالميدل إير إلى احتزازات عظمية الاحتزازات العظمية أدت إلى حركة بالنافذة مالة الإنر إير والإنر إير تحتوي على سوائل فصارت عندي حركة بهذا السائل حركة السائل عبارة عن موجات يعني موجات عادية جاي يصير بمن بالسائل فتتحرك موجات السائل اللي موجودة هنانا نسميها هاي القوقعة أو الكوكلية تمام القوقعة فالسوائل اللي موجودة بالكوكلية رح تصير بيها موجات نتيجة الهزة اللي صارت بيها ماشي؟ هاي الموجات اللي جاي يصير بالسوائل تتحسس إلها الأعصاب اللي هو الكوكلير نير اللي هو عصب السمع من قول فستيبليو كوكلير نيرد؟ هو هذا الفستيبليو كوكلير نيرد رح يتحسس لهاي الاهتزازات اللي صارت أو الموجات اللي صارت بيمن بالسوائل اللي موجودة بالإنر إير من تتحسس إلها رح تعرف شنو الكلمة اللي انت قلت لياها وأنا جاي أسمعك بيها ماشي فلسة شو صار عدي موجات صوتية طلعت من عندك وصلت الإذن ضربت بيمن بالإذن أو دخلت بالإذن الخارجية وصلت لحد من الغشاء الطابلة اللي نسميه تمبانيك ممبرين صارت هزة أو اهتزاز نسميه فابريشن اللي هو الفابريشن يعني اهتزاز فاهتزازات صارت بغشاء الطابلة عظمات الإذن الوسطى تحركت ثلاثة الثالثة الأخيرة من تتحرك العظمة الثالثة هاي هي مفتوحة على نافذة تحتوى على سوائل الإذن الداخلية فرح تتحرك السوائل اللي موجودة بالإذن الداخلية مما يؤدي إلى شنو؟ مما يؤدي إلى تحسس الأعصاب اللي هو العصب الثامن اللي نسميه فيستيبليو كوكلير نيرد رح يدس خبر للدماء يا بترى هزة هزة جايح شون؟ فهي تش الفكرة جايح يصير فهي استعرفنا اختصرت لكم محاضرة الفيزيكس هنا هاي الفيزياء الصوت أو فيزياء السمع خنقول الصوت والسمع شون يصدر السمع سمنا علاقة بيها بس شلون جاي نسمعه مااشي شلون جاي نسمعه هاي الآلية بشكل مبسط زيان نيجي هنا هزة نباوع كتشريح رح نلقى هاي الأيوريكل اللي هي سرح نحتي بعد التشريح رح نحتي أشياء فيزيائية رح نحتي أسماء التراكيب يعني فهي صيوان الإذن أسميه ayoriكل هذا هذا ماشي هذا صيوان الإذن هو هذا ضمن الإذن الخارجية جيت من الصيوان ودخلت جوا رح نلقى قناة الإذن الخارجي هاي تميها قناة الإذن الخارجية أسميها external auditorium ميتوس تمتز من هنا هذا الامتداد مالتها ماشي هذا الامتداد مالتها نهايتها ستصبح غشاء الطبلة فهي أجزاء الأذن الخارجية لا أريد أن أكون بأجزاء الأذن الداخلية ولا الوسطى من أجزاء الأذن هي عبارة عن عضو مال السمع يتكون من ثلاثة أجزاء أو أسميها أوتر إير والوسطى أسميها ميدل إير والداخلية أسميها إلنر إير هيا هاي من راح أخذ أول شيء أو الأكسترنل إير من أجي أبوعلها لازم أول شيء أعرف تركيب الأيوريكل وهو صيوان الأذن هذا هو الإكسترنل إير أسميه الأيوريكل الصيوان شن الأجزاء اللي موجودة أول شغلة موجودة في تركيب هو طبعا غضروف هذا كل عبارة عن تركيب غضروفي فيه مثل الطيات أوكي فإلها أسماء خاصة حتى من أصير عندك إصابة هنا أنا ما أقول إصابة بالصيوان لا أجل ما أحدد بها منطقة من الصيوان لأنه هو جزء كبير شوية فهاي المنطقة من الصيوان أسميها هليكس 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 مجموعة أشتغل منطقة اللي يركبون به هاي التركية الهنان منطقة يسموها لبيول لبيول ماشي هاي المنطقة يسموها لبيول فهذا هو سيوان الاذن ماشي بقعدنا شغلة صراحة يا مو كلش مهمة الهن هذا الانتيهيليكس سراح ينقسم الى قسمين منانا ومنانا يسموهن كرورة أوف انتيهيليكس مو كلش ركزون عليه بعد تبراحزكم اهم شي تعرفوا لي التراغاس والهيليكس والانتيهيليكس والكونكا هاي الكونكا هنا موجودة زين فلسا من اجي هاي التراغاس هاي الاكستيرنال ادوتوري مييتس اوكي الاكستيرنال اكاوستيك طبعا نفس الشي انه لها علاقة بالاذن يعني اوكي اكاوستيك او ادوتوري نفس الشي اذا تتكروان تنا نحتي بالبارة السابق عن فهي شي اسمي اكاوستيك مييتس فهذا شنو كان يمر بي الانترن الركاوستيك 109 عبارة عن فتحه يمر بيها 3 اشياء سبع خلي يذكرهم زين زين فهاي اجزاء الاذن شنو فايدتهن ليش تجاي اعرفهم اجزاء الصيوان ليش لازم اعرفهم صراحة بس حتى اعرف الانرفيشن مالتهم يعني هاي المنطقة مات الهيليكس يهوي غذيها منطقة الكونك يهوي غذيها حتى شنو حتى اذا انظره بعدي عصب معين اجي افحص هاي المنطقة كاحساس بيها احساس معناها العصب سليم اذا هاي المنطقة ما بيها احساس معناها العصب واقف ماشي هس رح نوضح السالفة شوي شنو الاعصاب المسؤولة عن التغذية مالت الايوريكل سنسري انرفيشن يعني الاحساس او التغذية العصبية مالت الاحساس مالت صيوان الاذن فنشوف كل منطقة بيها علامة الفيشيل والفيقس الفيشيل السابع والفيقس هو العاشر فمن انا اشك انه إذا لحصل على الجفة 과حداً دائها بهذا الوصف الم يجبك في هذا الضرب فهي المناطق هي اللي غذيها الفيغاس من تشوف هاي المنطقة هي المنطقة اللي غذيها الفيغاس العصب العاشر بالنسبة لهاي النقاط الزرق هي المنطقة اللي غذيها الفيشيال فهي كلها يغذيها الفيشيال طبعا هي بيها تختلف المصادر هواي يخاف تريد دخون براحتكم بس يعني هي كل مصدر يقول شكل فلا يعني صراحة نلتزم بالموجود بملزمتنا احسن هس راح تشيلكون وجود ملزمتنا اوكي حتى ما تدخون بعد يهوي ساهم بتغذية الايوريكل او صيوان الاذن المنطقة اللي قدام لترقص يعني قدام الفتحة مو هاي الفتحة ما الاذن هذا اللي ترقص قدام بعد هاي المنطقة هاي يهوي يغذيها يغذيها الايوريكلو تنبرول نيرف اللي هو منين جايني نلمانديبيولر اوكي هو عبارة عن برانت من المانديبيولر الايوريكلو تنبرول برانت مانديبيولر نيرف ماشي هاي المنطقة اللي قدام فتحة الاذن زيان بعد عدنا خلف الاذن يسمو لسر اوكسبيتال نيرف هذا اللي جايني من الاعصاب العنقية وليس من الاعصاب القحفية الاثنائش لا ما انه علاقة من الاعصاب العنقية اوكي سرفايكلو بلكسز وغيرها مثلا تذكرون شنا نقول مثلا البرايكلو بلكسز اللي تغذي الابرلن كانت به مثلا سيد 5 سيد 6 اوكي فهنانا سيد شل سمي لسر اوكسبيتال نيرف يغذي منطقة خلف الاذن اوكي وهنانا بهاي المنطقة يغذي الله كذلك هم من سرفايكلو الثاني والثالفة اوكي من الثاني والثالفة يعني شون اللي بريكي công Widelexus اكو سرفايكلو باليكز يعني سرفايكلو عنق فتغذي لي هاي المنطقة يعني هي منطقة اللي بلكسز وين موجوده كل منطقة يغذي�ها ونرى أن الأخضر على المص muchos منطقة من المصدر إذا أخذك من المصدر من الطباب ونرى السبب مع معدومنا فتلك ما ب tropحي معدومنا بالتطبع مانديبيولر، وهذا الكريتر ايوريكيولر، الكريتر ايوريكيولر جاي من C2C3 غذي لهذه المنطقة فأنا قلت لكم هسا هاي الأشياء للتوضيح ورح نحشي الأشياء اللي بلزمتنا هي اللي تأكد لنا السالفة كله فإنها نفس الشي همة موضحة نعود، هل نفس الأشياء اللي قلناه، زين؟ بالنسبة لشغلة معينة أرد أقولها، أو خلي نكمل بعدين أقولها، خلي نقرأ السلايدات أحسن، أو المخطط الأيوريكيولر هو عبارة عن تركيب غذروفي، نسمي كارتلجينس بلايس، عبارة عن صفيحة غذروفية، بيها هواية من الحافات اللي ساير بيهن كيرفد، يعني ساير بيها مثل المنحني، يعني طيات، زين؟ وتشوفون هليكس، أنتي هليكس، مكان مرتفع، مكان منخفض، أوكي؟ فنمبر أوف كيرد رجد، يعني عبارة عن حافات، سايرة بشكل كيرف، ماشي؟ مكونات هليكس، أنتي هليكس، كونكا، تراغاس، أكو أنتي تراغاس، أو أكو الأيرلوب، أو اللوبيول، اللي هي منطقة الفاتي السركتر اللي تركب بها الترشية، منطقة دهنية هاي تعتبر، زين؟ فهاي مكونات الأيوريكيول، بالنسبة للإكستيرنال أكاوستيك مييتس، أو الإكستيرنال أكاوستيك كنال، أوكي؟ هاي شنو فكرتها؟ فكرتها أنه هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن تركيب يتكون من غضروف ومن عظام، هس خلا شوفكم يا أخي أول، هنانا رد تحجيانهم، هنانا، هاي هي، هاي هي، اللي بالأقضر هسه هي هاي الـ external auditory canal، زين؟ مكونا من جزء هنان هاي عظام، هاي عبارة عن عظام، أوكي؟ هنانا عظام، هاي عظام، هاي عظام، هاي عظام، وجزء ثاني، يكون لاترالي، مو عظام، وإنما غضاريف، هنانا غضاريف، هذو غضروف، هذو غضروف، هذو غض فهاي القناة، مكونا من جزء غضروفي وجزء عظمي، العظمي صىير ميديالي هاي جهة الميديال، وغضروفي صىير اللاترالي، العظمي ميديالي والغضروفي لاترالي، نجي نشوف هال حج نفسه هنا يقول انه عبارة عن carteliginous tube laterally يعني الجزء او الانبوب الغضروفي موجود بجهة اللاترال بينما البوني كنال تكون medially فالعظام medially بينما carteliginous laterally فهذا التركيب مالتح زيان يقول انه هي lined يعني مبطنة بجلد يفرز السيرمن اللي يقصد بي المادة الشمعية متى الاذن اللي اوقات تكثر فتنسد الاذن وهيش فتنفرز من هاي القناة او الجلد مبطن لهاي القناة زيان ركجوا اللي بسالفة الكورس مالتها المسار مالتها يكون سيغمويد شاي شون يعني سيغمويد يعني ما جاي بشكل مستقيم اوكي لا وانما هيش شلون هاي وين تشوف وهذا الشي مثلا هاي الصورة توضح لك ها هي القناة صايرة بشكل اس سيغمويد ماشي سيغمويد ما جاي بشكل ستريت بشكل مستقيم لا هسه هنا موضح انه هي مستقيمة سي بالواقع لا هي مو مستقيم هي جاي هي تشوف صايرة اس شي فيسموها سيغمويد سيغمويد شايب اوكي هاي الاشياء اللي تخص الكستيرنال اودوتري كنال او الاكستيرنال اكاوستي كنال او مييتس قلنا نفس الشي ماشي زيان بعد شنرد تحتي التمبانك ممرين خليها سبعة شوية غشاء الطابلة بس خلي حتي عن الفيزل اول شي اللي هنا شرايين والاعصاب والاوردة والاستوالف اللي تغذيلي الاذن الخارجية الاذن الخارجية من ناحية الارتريال يعني من ناحية الشرايين فتيجيها برانشات انين من الاكستيرنال كاروتيد ارتري احنا اخذنا ثمانة برانشات بي اثنيا منعدهن رح يغذن الاذن الخارجية اللي هنا السوبرفاشيال تمبرول ارتري والبوستيرير ايوريكولار ارتري هذين يخذناهم بالتفصيل ماشي يخذناهم من اخذنا محاضرة البلد سبلاي باللكتر السادسة من الانترويكشن ماشي يغذن الاذن الخارجية او الاوتر اير بالنسبة للفينوس فالمكزيلاري فين رح ياخذ الدم ويصبه وين بالاكستيرنال جيجولار فين ماشي احد بالنسبة للفينوس بالنسبة لللمفاتك فهنا ثلاثة ماشي اجد واللمفاتك وينذا cheeks نحن إذا نخذ من préصل الكماتد فاللمفاتك فلا تهمين العموة فهو أنه عقد لينفاوية موجودة قدام الاذن فنسميها Preayuricular وكو جوة الاذن مخبر overnight واكو بالرقبة مع ديوب الريب مBenim فمن اقول بر القبب علي سبح dissociا وبنفس الوقت هنا ثلاث مجامع أبر ومدل ولور فالأبر هي اللي تاخذ اللمف من الأذن الخارجية فهي هذه التغذية من ناحية الأرتريال من ناحية البيناس والأوردة وكذلك اللمفات العقد لمفاوية أمام الأذن نسميها بري أوريكولر وعندي سالفة السيرفايكل اللي هي العقد اللنفاوية اللي موجودة بالعنق واللي موجودة ديب واللي قلنا هنه تلافع upper, middle, lower احنا شغلنا وياما ويا ال upper هي اللي تفيدني بالاذن الخارجية حتى الاذن الوسطى تاخذ من نفس اللنفاتك طبعا مارد اوكم بها بس رح نوصل لها ورح تشوفون النفس اللنفاتك رح يطن للمدل اير للاذن الوسطى بالنسبة للسنسوري انروفاشن للتغذية العصبية مالة الاذن الخارجية فحتينا احنا قبل شوية منو اللي يغذيلي الكونكا الهيليكس انتيهيليكس مدري شنو كل هنحتينا صح لو لا بس قلنا انو لازم نلتزم بالاشياء اللي موجودة بملازنة لان اكو اختلاف بالمصادر فالاشياء موجودة ملازنة هاي لكبالكم انو اكو برانش من التريجيمينل اللي هو الايوريكيولو تمبرول نيرب منين جايني من المنديبيولر هذا يغذي كذلك شنو يغذي الاذن الخارجية شنو يغذي لي منطقة المنطقة اللي صايرة قدام الاكستيرنال ادوتوري مييتس قدامها تمام فالايوريكول الجلد مالته اللي موجود لها قدام هاي الفتحة يتغذي عن طريق الايوريكيولو تمبرول نيرب اللي هو عبارة عن جزء من المنديبيولر او عبارة عن برانش من المنديبيولر نيرب فعموما هذا الايوريكيولو تمبرول نيرب شنو يغذي لي يغذي لي الجلد مالته المترجم للصيوان الاذن الموجود قدام الفتحة وى الخانطة من سبيتيم السطح والسطح وال Chandler سوف يتغذى عن طريق الأيوريكولر نيرب والكريتر ايوريكولر نيرب سوف يغذي لي الهيليكس والأيرلوب واللوبيول هذا الانرفيشن الذي يكون سنسوري سوف نأتي الموضوع وشفتها بالميد وفاينال وكل مكان يجيبوه اللي هو التنبانيك ممبرين وغشاء الطابلة صراحة كل شي مهم خصوصا لكم وانتوا أولا تتخرجون يعني انت مختص بالإذن بس بنفس الوقت من يجيك واحد بالطوارئ وعنده مشكلة بإذنه انت لازم تفحص وتشوف الإذن الخارجية شبهها على الأقل ولازم تشوف كذلك غشاء الطابلة فلازم تعرف مواصفاته الطبيعية فمن يجي سئلك شنو هي مواصفات التنبانيك ممبرين اللي هو غشاء الطابلة بهاي المواصفات تحفظون وهي هاي راح يجن هواي بالامتحانات فركزوا عليهم هل بس قنوضح الشغلة من تقرف الشي صير يقول كونشايب هذا هو الكونشايب هذا الكونشايب من أقلك هذا الكونشايب يعني شكله هيتشي هذا الشكل اللي تسمونه كونشايب من أقلك مسطح أكثر فلتخيل لي شكله هيتش زين هيتش صير شكله يعني مسطح أكثر فمسطح أكثر يسموها shallow فكون شايب هو يعني شكله كون ولكن نفس الوقت صير مسطح أكثر فيسمونا shallow فالإذن أو طبلة الإذن هي صير شكلها فسا من نجي نشوف شو قول يقول أنه shallow كون يعني عبارة عن شكلها كون يعني مثل هذا اللي شوفتكم إياه ولكن شكون شلو يعني شنو شلو يعني مسطح أكثر يعني هواية بها تسطح فهو هذا الشكل مالته بيها قمة و بيها قمة لولا بيها قمة و قاعدة لولا بالواقع إي هاي القمة مالته و هاي القاعدة مالته نحن ما نعلاقة بقاعدة الهلس أنا مشي قمة هاي الأبكس مالته الأبكس مالته ما جاية بالنص لا جاية شوية ميديولي زحفة باتجاه الميديول ماشي جاية باتجاه الميديول يعني مثلا هو هذا الشكل الحقيقي فالأبكس جاية ميديولي هيتش يعني هذا الشكل طبعا مالتها الحقيقي مالات الإذن صراحة تجدونه مواضح لأنه تراجع يصورونه بالأوتوسكوب بالناظور يعني ويش طالع الشكل فعني زي أنه لقنا هيد شي تفاصيل فنشوف أنه يسمونه كون أوف لايت هاي المنطقة يسموها كون أوف لايت سين كون أوف لايت بعد عدنا منطقة يسموها بارس فلاسيدة فلاسيدة أوكي هاي البارس فلاسيدة ماشي وعدنا أجزاء من عظمة الماليس اللي هي شن الماليس خلي أوضح لكم شغلة أنه عظام الإذن الوسطى قلنا راح وحدة من عدن تتصل بيمن تتصل بطبلة الإذن يا جزء من هاي العظمة هنه ثلاث عظمات ماليس وستيبيز أوكي هسا احنا شغلنا ويا الماليس بعدين راح عددين لكم واش راح نتبصي بس هسا احنا شغلنا ويا الماليس أوكي فهاي الماليس راح نلقاه موجودة هنا متصلة بيمن متصلة بيمن بالطبلة ما تلئذم أوكي فنجي نلقاه 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 هنسويتنه مثل convince مثل الطية فطية خلفية وطية أمامية أوكي anterior mallular fold شن يعني هاي anterior عمامية fold يعني طية يا هو مسويها الماليس عظمة الماليس من تتصل بالطبلة تسوي اللي بها طية فبالتالي أنا من اجي بال الطبلة مالتي وأخليها تتصل بيمن بعظمة الماليس اللي هي احد عظام الاذن الوسطى اوكي فمن يتصلن راح اصير عدي طيئة امامي وطيئة خلفية اسميها انتيرير ماليولر فولد وكذلك بوستيرير ماليولر فولد اكو جزء من عظمة الماليوس راح اشوفكم ميابعة شوية يسمونه هندل هندل اوف ماليوس هذا هو هنان راح يكون مكانه هذا الهندل اوف ماليوس ماشي هو هم اشي رايلي اكو بعض منطقة الوسطية هاي يسموها امبو امبو اوكي فهذين الاشياء اخذناها بشكل عام بعدين راح نرجع لسلايداتنا وتعرفون شن الاشياء المطلوبة منكم وان ما ادوخكم صراحة باشياء زايدة هنا نفس الشي بس شنو هسا معكوسة هنا شنو معكوسة هنان ذات بوعون يعني طابلة الاذن باجهة بالجهة اليمنى يعني الاذن اليمنى جاي نشرح عليها و جاي نفحصها و نشوف عليها الاشياء من اجل يصراحها بالعكس اوكي يعني الكون مالساعة كان هنا مالساعة الاتجاه اوكي فتغيرت من عكسة فانت ضروري تميز يعني حتى الفولد الامامية صارتنا و الخلفية صارتنا فصار فرق يعني الانتيرير والقلب هنا كان بالعكس هذا الانتيرير وهذا البوستيرير من انا ابوع الاذن اليسرى سلقى بالعكس الانتيرير يصير من نانا والبوستيرير يصير من نانا ماشي ولقلنا الكون او الكون اوف لايت رح يصير هنانا بهذا الجه ليش لان الاذن مختلفة اللي الاذن اليسرى ماشي ما جايبوا على اليمنى فخافوا الدخون بها و يسئلك هاي اذن كو انت تبيز الكون او الكون مالساعة اللايت وين جاي يروح منا لو منا اذا منانا بهاي الجهة معنا هاذا شنو هاذا رايت يعني اذن يمنى بينما اذا شفت اللايت هنانا صاير بهاي الجهة معنا هاي اذن يسرى هاي يعني صراحة ما رح يقلو لكم وياها وراح يدخوكم بيها وماحد رح يشرحها وعقدوها عليكم بس يبها البساطة مزين؟ يعني هو ممكن بس انا اذكر بالمهاذرة وسأل الدكتور هاي يا اذن ما وضح يا اذن وليش فانتو نازم تعرفون الفروقات حتى على اساسها تحددون شلون هاي صارت هي الاذن الاذن اليسرى او اليمنى ماشي او يعني الطابلة اليمنى او اليسرى نفس الشي زين مواصفاتها شنو يعني عبارة عن كون قنة ولكن يكون مسطح زايد عن اللزون القمة مالته مال هاذا الكون صايره شنو باتجاه الميديل لا بالميديل فنسميها الابكس مالته بوينتد ميديلي نفس الشي انه هاذا المنطقة تكون قابلة لاختراق الضوء اوكي هاي المنطقة اللي هي طابلة الاذن ممكن يخترقها الضوء فنسميها ترانزلوسن اوكي ترانزلوسن وقلنا الاشياء اللي ما يخترقها نسميه ترانز اوبيك وبورلي غري ان كيلر او بيرلي يعني شنو يعني لون هاي لون هاي الطبقة سكون يعني نورمالي رصاصي فانت من تلقاه غير لون معناه هذا ساير مرض فلازم تحفظ شنو لون هاي غري ان كيلر اوكي فاز عرفنا شكل هاي عرفنا الابيكس مالتها وين وعرفنا شنو لون هاي مو قدنا راح تتصل بعظمة او احدى عظام الاذن الوسطى يهي من هن الماليس زين الاتصال مالتها وين بالنص يعني في السنتر مالت مالت التمبانيك مامبرين راح نلقى اتصال الماليس فالماليس تتصل في منتصف التمبانيك مامبرين غشاء الطبلة فمن اجي هسه هي صايرة بشكل دائري هاي وين منطقة اتصال الماليس تقلي هنان بالنص اوكي الماليس يتصل بالسنتر بينما اقلك الابيكس وين صايرة راح تقلي شوي جاية ميديالي سين لين قلنا الابيكس شبيه القمة مالت الكون شبيه صاير ميديالي زين بعد شنو بعد انه يقول انه البلد فازل هاية الحواف مالت المحيط مالت هذا الممبرين راح تظهر به البلد فازل تكون واضحة يعني شنو قصده هاي الحواف مالت المحيط مال هاي راح نلقى هنا اكو بلد فازل ما دلاجة يشوفوها واضحة لو لا فانو فازل الشي نورمال فانت منشوفه هنا اكو اوعية دموية عادي هنا بالاطراف عادي بس مو تلقىها بالنص و تقولي عادي لا بالنص مو عادي لازم بس بالاطراف ومو كلش واضحة يعني بس المهم انه فيزبل تنشاف فهاي مواصفات التنبانيك ممبرين من يجي وقل لك شون هي مواصفات التنبانيك ممبرين تتحدد لشكلها انو الابكس مالتها بياد تجاه ميديالي لونها رصاصي تتصل للمال ياسوين تقل لها بالسنتر مالتها انو بتحتي عن الفيزل راح يكونن واضحات لو لا تقل لها بس بالحواف او بس بالمحيط مالت هذا الممبرين بعد ممكن واحد يسأل سؤال يقول انو هس هاي تنبانيك ممبرين انت جاي تقل لي هذا شكلها انو مثل الكون هذا شكلها شو انا جاي شوفها دائرية راح اقل لك لانا ما جاي بوع لها من فوق حتى شوفها هيتش او ما جاي بوع لها بشكل جانبي جاي بوع بداخلها وجاي يلقاها هيتش اوكي فالقاها بشكل دائري يعني هستبين قوسيا هذا هو شكله كون خلي اعرف عوا بوع لها من جوا راح يلقى شنو راح يلقى دائري راح يلقى هيتش نفس الشي انو هم سوى دائري لانو هوا القاعدة مالتا دائري فانو جاي بوع من القاعدة مالتا فرح يشوفها دائري حتى بانو بوع من فوق هم راح يلقى دائري ورح يلقى الابيكس مالتا فبكل احوال راح يلقى دائري بس داع بوع من الجانب هسنا جاي بوع لاترالي فرح يلقى كون شايب مثل الخيمة فهاي الاشياء اللي تخص الاكسترنال اير او الاوتر اير احنا نفس الشي oyunات ها ها هيا مذكورة الاير لوب الاكسترنال اكاوستيك مييد او اتص هاي الأجزاء و هنان احد الشي العمر الغذوري هي الجزء العظمي هي الوضعي لا نفكر بأنها الهبار في أكثر المادة الشامعية سيكون Gill on the connect بلست فزلهم و أمسكات من الخلفية كما ذكر بك و كذا ، يقوم بك النظام؟ و من فضلك نظام الخاص بهم و ها من فضلك نظام الحدث و أحمد ممتاز يقوم بك نظام الخاص بهم و هذا يقوم بها المشكلة بين الدكاترا حتى يحثفون هاي إنه ما دخل هذا ما لها دخل إنه ما تغذي اللي هو العصب التاسع فعدتوا بوقت هشوفوا الدكاترا راح يحثفون هاي المعلومة بالمحاضرة الجديدة لو لا أوكي بالمحاضرة الجديدة إن شاء الله من تنزل لكم سنة جائة يمكن هاي راح تلقوه محذوب فأنتوا ناقشوا الطلاب أو ناقشوا الدكاترا ذا اللي قيتوها بعدها موجودة أنا ما خليتها لكم ضبن الملخص هذا الملخص ما موجودة هسا هو العصب التاسع ما موجود ما جب الطاري بس ممكن يخلوه لكم مثل ما خلوه لنا وتناقشوا عليه هواي بينهم شفتهم يتناقشون على الدكاترا وهي شيء فعموما انتوا بعد براحتكم تخلوه تحثفوه هو العصب التاسع اللي قلوسو فارنجيال وهذا الفيغاس قلنا يغذي الكونكا والسيرفايكل نيرب اللي هي C2-C3 هم حتينا عنهن لسر أوكسبتل ولقريتر ايوريكيولر نير مواصفات التنبانك حتيناها الكون راح يكون شلع والأبكس بوينتد ميديالي ورح تكون ترانسلوسنت للكلر بحيث انه تصير رصاصية مكان الماليس ورح يتصل بلد فزر راح تكون واضحة وين بتجوانب هنا من يجيك هي تصورة ويقلك شنو الأجزاء الموجودة تقل لهذا الكون متل لايت ساير بهاي الجهة معناها هاي لفت اير اذن يسرا راح تشوف هنا هذا الماليس راح يسويلي فولد أمامية وخلفية فتراز بتعرف الاتجاهات هذا الانتيرير وهذا البوستيرير بعد شنو راح تشوف الهندل مالت الماليس هذا وهنا موجود هسا انا مارضة وخاكلين بعد ما ماخدين الهندل مالت الماليس سلسا شوية راح نشرحها من ناخذ الميدل اير هسا كملنا الاكسترنال اير وبسهولة ان شاء الله اخذنا الاذن الخارجية بها قناة اسمها اكستيرنال اكاوستكنال اخذناها عرفنا شنو اجزاها غضروف وعظم اوكي وعرفنا شنو جلد البطانة مالتة شنو مادة شمعية وعرفنا شكل القناة قلنا سيقمويد شيب هيهاي الفيزول اخذنا شرايين كانان اثنين بس اني الاكسترنال كاروتد والفينوس هو بس واحد اللي هو المكزيلا ريفين واللي انفاتك هن ثلاثة عددناهن بالنسبة للانرفيشن اوكي من ناحية السنسوري فهن خمس اعصاب خمس نيربات وكل واحد من هن يغذي منطقة معينة فانا هم خليتهن ماشي زيان تمبانيك ممبرين اللي هي غشاء الطبلع ومواصفاتها هذن المواصفات هم عددناهن خلصت هي هاي الاكستيرنال اير اللي جاي يشوفها هو ستربسب هالملخص تضبط هالملخص تبعد ما عندك شي ماشي نحول هستي للميدل اير اشتركوا في القناة